الدين والحياة حياك الله دكتور حياك الله أخي عادل وتحياتي وسلامي لجمهور الكريم حياكم الله وحديثنا ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن علاج السحر بداية يذكرنا ربنا حافظنا بقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ونبدأ بالسؤال هل السحر خرافة أم حقيقة أقول بداية بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وأذكر نفسه وإخوتي بقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق كل المخلوقات ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يعني هؤلاء الذين يمارسون السحر ومن شر حاسد إذا حسد قال العلماء هذه الشرور الأربعة التي تشمل الإنسان في اليوم والليلة ثم يعلمنا ربنا أن أهم من ذلك في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالإجابة طبعا أن السحر حقيقة حقيقية هناك نوعان من السحر هناك العاب الخفة تشاهد في البرامج المختلفة وهناك السحر الحقيقي وهو من الكبائر وجاء في الحديث المجمع عليه في الصحيح متفق عليه بين العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا عن السبع المؤبقات فبدأ وقال الشرك بالله والسحر نعم إذن نريد أن نعرف السحر ما هو بالضبط يعني السحر أخي الحبيب هو الاستعانة بالجن لفعل أشياء خارقة غير طبيعية والحقيقة في الحقيقة يعني أن الناس كتن لا تعرف أن شياطين الجن هم الذين يحققون أهدافهم يعني الساحر يريد أن يخدمه الجن والجن يخدمونه ولكن في الحقيقة هو الذي يخدم الجن لأن هدف إبليس منذ أخرج من الجنة هو إضلال بني آدم هذا عمل الأبدي فشياطين الجن يعققون أهدافهم عبر خدمة هذا الإنسان الساحر لكي يكفر وينال عقاب ربه سبحانه وتعالى نعم طبعا هناك ما يسمون أنهم سحر ولكنهم يمارسون ألعاب الخفة التي نشاهدها غالبا في العروض والبرامج فما هو السحر الحقيقي وكيف يصبح الساحر ساحرا طبعا ليخدم الشيطان أي إنسان ولكي يمارس عمال السحر يطلب منه عربونا ما هو العربون هو عمل كفري يريد الجن أن يخدمه فيقول له الجني أخدمك إذا أعطيك هذا المصحف تتبول عليه أو أن يأتيه بالمصحف ويحرقه أمامه هنا يظن الإنسان الذي يمارس هذا الممارس أن الجن سوف يخدمه الجن وصل لهدفه طالما أنت أحرقت المصحف أو تبولت على المصحف أنت كفرت فهنا رسالة لكل من يمارس هذا العمل فيقدم له الجني خدماته وطلباته سبحان الله نعم وما هي أثار السحر دكتور؟ لابد أن تكون هناك بالتأكيد أن أثار وأعراض على الشخص المسحور طبعا من أعراضي الشخص المسحور أولا نحذر فيه أشياء نقول فيها أوهام بعض الناس والناس كثيرة هذه الأيام في مخاوف فلان نظر إلي فلان حسدني فلان سحرني بعض الأوهام لكن الأعراض الحقيقية تقال العلماء الصدع كثرة الصدع وأيضا صفرة في الوجه وأيضا التنميل في الجسد الجسد يتنمل وبعض ألام القلب وبعض ألام الظهر وبعض ألام أوجاع الكتفين وكثرة التبول وكثرة العرق وأيضا الأرق والكوابيس هذه كلها من ظواهر أو يعني من أعراض السهل وبعض الناس يصيبهم الخمول أو الكسل وبعضهم العكس يصاب بالانفعالات الفجائية والغضب الفجائي وارتفاع الأصوات هذه بعض الأعراض التي تريد على الإنسان وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لمقاومة السحر يعني يلجأ بعض الناس لمشايخ متخصصين في معالجة السحر فما رأيك بذلك؟ هنا أخير الكريم عادل وحذر هنا الجمولة الكريم عبرك أنه لابد من التحذير أن معظم معالجي السحر والذين يسمونهم الناس مشايخ وبعضهم حتى عندهم إعلانات وفي النت وغيره هما يعني ثلاثة أنواع النوع الأول نوع يعني ممثل دجلة دجالين يدعي أنه يعالج ويأتي ويقرأ من أجل المال النوع الثاني أخطر هذول النوع لهم علامات معينة طلباتهم غريبة يطلب منك تأتي مثلا بكبش أو تيس أو بقرة أو تأتي بمال معين وهؤلاء الناس الذي ذكرنا أنهم يتعاملون فعلا مع الجن وهؤلاء السحرة الحقيقيون والنوع الثالث علماء حقيقيون بالقرآن يعالجون نعم وما هي علامات المشايخ الذين يتعاملون مع الجن هم طبعا يتعاملون مع السحر بالسحر هم هم فعلا قد يعالجوا السحر من علاماتهم مثلا من يأتي للمريض أو الذي طلب الاستشفاء يقول له أعطيني أسم أمك هم أو أعطيني بعض أسرار بيتك يعني يسألوا عن بعض الأسرار أو أنه يفاجئه يفاجئ السائل وهو يعرف بعض الأسرار نعم وفاجئه بأن أقول له أنه يسم أختك كده أخوك اسمه كده فلان أنت لم كنت صغير كنت كده هذي كيف يعرفها أنه يتواصل الجن مع الجن تعني أف كل شيطان كل إنسان حوله شياطين فلأن هذا خدم الجن فالجن يخدمونه يتواصلون ويطلعونه على بعض أسرارك فيفاجئك وتقول ما شاء الله الرجل يعرف ما شاء الله عنده علمه والعلم فين شاب علماء المشايخ كلهم الكبار وصب الصحابة والفقهاء لم يتكلموا عن أسرار الآخرين لأن هذا علم الغيب فهذه بعض آدارهم التي نحذر الناس منها أن الجن تساعدهم على معرفة الأسرار المؤمنهم من يطلب قطعة من ملابسك مثلا يقول لك أعطيني قطعة من ملابسك ليقدمهم الجن فسبحان الله نعم يعني فعلا أشياء غريبة وتدعو إلى الريبة فاصلت من عود إليكم مستمعين الكرام ابقوا معنا عود إليكم مستمعين الكرام حياكم الله وما زال حديثنا عن علاج السحر في برنامجكم الدين والحياة مع الدكتور نبيل حمد وكنا قبل الفاصل الدكتور نبيل تكلمنا عن علامات المشايخ الذين يتعاملون مع الجن حبث لو تكمل لنا بعض هذه العلامات أيضا طبعا بعض هؤلاء السحر يطلب منك مثلا أن تبقى في غرفة مظلمة لفترة معينة ومنهم من يطلب منك أن لا تمس الماء لساعات معينة أيضا هذه من بعض علامات والمؤشرات أن هؤلاء يستحضرون الجن بعضهم يذبح الحيوان ويلطق المصاب بدمه أو يدور في البيت ويلطق في البيت بالدم هذه كل من علامات السحراء المخادعين نعم ما هي يعني فإذا رأيت هذه المظاهر يعني دكتور ماذا تنصح؟ طبعا أول نصيحة نقول لهم للجميع إذا رأيت هذه المظاهر ابتعد فورا ننصح أن نبتعد ولا نلجأ إليهم بل نستعد بالله منهم ونختفي من حياتهم لا لا يأتوا في حياتنا نعم كذلك هؤلاء يعني من خدمة الجن قد يستخدمون بعض الطرق التي فيها يعني خداع أو أعمال معينة نعم هذه تساعدنا أيضا في معرفة هذا الرجل الشيخ فعلا أم ساحر نعم من الطرق مثلا يكتبون سحرا لإخراج السحر فمثلا يمكن يعطونا ورقة يقول وحطها تحت المخدة ملزومة معينة ورقة مغلقة يقول لا تفتحوها وتضعوها في أماكن مخفية أنا شخصيا أدى في بعض الاستشارات لبعض الأسر الذين قالوا جئنا بشيخ قبلك ومدر إيش يطلبون الطلب أنا ليس لا أعمل في هذا المجال لكني فعلا أقول لهم أطلعوني على ما أعطاكم وكنت أفك الأوراق أمام الأسرة وأقرأ القرآن وأنا أفك الورقة لأنها طلاسم نعم مثلا أعطيك مثل في عد الأحالات فكيت الورقة التي كانت مخفية في بيت ناس أعرفهم فإذا بيك قد كتب فيها أهو 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 أهم 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 هذا ليس قرآن وليس العلاج بالقرآن فهذه كلها تسمى الطلاسم وكلمات عجيبة أخرى ومنهم من يعطيك الأوراق أو الأعمال التي يعملها ويدفنه في الأرض ومنهم من يأتي بالتمائم ويحرقونها ويتبخرون بها ويبخرون أهل البيت بها هذه بعض هذه كلها نسميها يعني أعراض إذا رأيت هذه الممارسات كن حريصا أخي السامع وابتعد عن طرقهم وأنبئ أيضا من طرق أخرى إذا رأيت في الطلاسم التي أعطوك رسومات حين تفك الورقة تجد رسم سكين أو رسم سيف أو وضع صورة سكين أو سيف أو نجمة أو عين أو دوائر أو مربعات أو مثلثات هذه كلها علامات سحرية ليست علامات علاج طبيعي إيماني بل هي كلها علامات سحرية نعم أيضا يعني ما هي سمات إذا كنا نريد أن نعرف زي ما عرفنا يعني علامات اللي بيتعاملوا مع الجن اللي بيسموه النفس ومشايخ نريد أن نعرف سمات المعالجين الصالحين طبعا أقول أولا لكل شخص قد عانى من السحر قبل أن تلجأ للمشايخ إلجأ لكتاب الله أنت نفسك في بيتك أولا حصن بيتك وأسرتك وكل غرف بيتك اقرأ القرآن اجمع الأبناء والبنات إن شعرتم ببعض أعمال السحر الممارسة أو شخص معين من أبنائك أو من عائلتك أو أنت فاقرأ القرآن أما إذا جئنا كما سألت إلى الرقاء الصالحون تبدو عليهم أولا مظاهر اتباع السنة النبوية في حياتهم من شكله من سلامه حين دخوله البيت هل عليه سمات الإيمان هل عليه سمات التعبد هل عليه سمات التواضع ولا يقضون كلاما غريبا يعني إذا دخل يعالج أنت تسمع بأذنك ما يقول لك أتخرج بالغرفة هو يجلس مع المريض يعالجه لا أمامنا بل ونسمع القرآن الكريم على أن ليس هناك شيء سحري أو سري نسمع القرآن الكريم أو لدعي النبوية الواردة هذه موجودة الآن الحمد لله مطبوعة في كل المطبوعات ونزلت على النت الذي يريد علاج السحر موجود في القرآن الكريم نعم ولدعي النبوية الصحيحة في كل كتب الصحيحة ويقرؤون بصوت مسموع وتلاوة جيدة وصوت طبيعي هذه كلها من علامات أنه هذا الشيخ فعلا شيخ حقيقي وشيخ إن شاء الله قارئ ومية وصافية جميل جداً لكن هل هناك نصائح للشخص الذي تعرض للسحر أو الحسد سأخذ منك هذه الإجابة دكتور نبي لكن بعد الفاصل ابقوا معنا مسمعين الحياكم الله مسمعين الكرام ومازال حديثنا في هذه الحلقة عن علاج السحر وكنا قبل الفاصل سألناك دكتور نبيل عن هل هناك نصائح للشخص الذي تعرض للسحر أو الحسد أولاً نقول يا أخي الكريم لكل مستمع ولكل مؤمن بالله أولاً الإيمان بالله نعم والتوكل على الله واليقين بالله والإيمان بقضاء الله وقدره هذه النصيحة الأولى التي نقولها لكل إنسان شعر بالإصابة أو بالسحر أو الحسد نعم وما هي أفضل الرقى من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة طبعاً إحنا تكلمنا في حلقات سابقة عن أثار القرآن وبعض آيات القرآن المستحبة فنقول مثلاً للتذكرة من أفضل الرقى القرآنية هي بداية سورة البقرة ونهاياتها وآية الكرسي ومثلاً ومثلاً سورة الكافرون وسورة الفلق وسورة الناس وحديث عديدة تجدها في النت من الرقى النبوية التي عالج بها الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها مثلاً بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العريب وحديث يقول بسم الله ثلاث مرات ثم نقول نعوذ بعزة الله قدرته من شر ما نجد ونحاذر سبع مرات يعني هناك حديث كثير أخرى نعم وماذا ينصح العلماء الأشخاص المعالجين مرة تانية إذا أنت في أسرتك أو هذا الشخص المعالج ينصح العلماء أولاً أن نقرأ المعروف في السنة الصحيحة من كتاب الله ما ورد من أساليب العلاج وكلنا يعرف أدعية سيدنا موسى وأدعية سيدنا شعي وأدعية سيدنا يونس في القرآن الكريم كل آيات قرآنية فيها العلاج وأن نقرأ بإخلاص ويقين وإيمان يعني حين تقرأ أدخل الإيمان في قلبك وأنت تقرأ وأيضاً من النصائح أن يخرج السحر أيضاً بالحجامة ويخرج السحر أيضاً بالاستفراغ يطلب من المسحول أن يستفرغ في دلو ماء فيذهب وهناك أدوية وعلاجات أخرى وردت في السنة منها الحبة السوداء ومنها العجوة يعني برد بعض الأشياء وإن وجدت السحر إن عرفت مكان السحر وأنا ذهبت إلى بيوت وأخرجت السحر بنفسي فأخرج إلى خارج الدار فأفك السحر وأنا أقرأ القرآن يفك عقدة عقدة ثم نحرقه تماماً الله لأنه ربنا قال والنفاثات في العقد كانوا يفعلون هذا ينفثون في العقد ويختمونها ويضعون السحر واحد جاي يزور حط السحر أو دسته في مكان ما إن عرفنا المكان نخرجه خارج البيت عشان لا يفتح وجن تأتي والشياطين نخرج خارج البيت أحرقه وأنت تفكه وتقرأ القرآن عليه ثم تحرقه تماماً ينتهي إن شاء الله أثره نعم أيضاً نريد أن نتكلم عن أساليب الوقاية من السحر والحسد ما هي؟ طبعاً نقول لكل بيت لكل رب أسرة وكل ربة أسرة كما ذكرنا سابقاً أولاً الإيمان بالله والتوكل على الله وحصنا الظن بالله وأن تكون حياتنا كلها ذكر سبحان الله يعني تعلمنا الإسلام الذكر منذ الاستيقاط اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحياه وبك نموت وإليك النشور إذا غادرت بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان الآخر ماذا تفعل الإنسان كفية ووقية ورزق الشيطان يحتار لأنك ذكرت الله وأنت خارج من بيتك فسبح الله وأيضاً التحصينات اليومية نعلمها للأبناء والبنات منذ صغرهم ونمارسها فكل طفل من هو صغير نعلمه الأذكار القرآنية والأذكار النبوية الله وأيضاً التنبه إن شعرت أن هناك شخص يحسدك بعد بعض أوهام لكن لو حقيقة يسأل أسئلة عجيبة يسأل أسئلة عنك خصوصيات ابتعد عن إجابتي وابتعد عنه أفضل خير لي ولأسرتي نعم وإن رأيت شيئاً طيباً فيك أو في زوجتك أو في أبنائك اقرأ اقرأ عليهم وقل ما شاء الله تبارك الله دومك كلمة ما شاء الله تبارك الله تصرف الجن والشياطين وقرأ المعودات دايماً يعني مثلاً فلنقول ابن من أبنائي ولا بنت من بناتي سافر غرفة خالية أو غرفة خالية أدخل الغرفة وقرأ قرآن عوذ الغرفة نفسها حتى في غياب الناس وعوذ أسرتك أن يصلوا النوافل في كل أنحاء البيت لا تتركوا غرفة بدون صلاة ونعود للقرآن الكريم أصبح القرآن الكريم الآن المصاحف زينة في الصوالين افتحوا كل مصحف وقرأوا منه ونستطعت أن تجمع الأسرة بركة من الله نقرأ معها سوياً ونقرأ التفسير وأن نبتعد عن كل أنواع القلق وهذه الأوهام بعض الناس هذا الظرفية هذا لا ظرفية نبتعد عن كل أنواع القلق والأوهام التي يصاب بها الناس نعم بارك الله فيكم وفي ختامي هذه الحلقة نشكركم دكتور نبيل حماد على ما تفضلت عن حديث مهم جداً عن علاج السحر ونسأل الله سبحانه وتعالى ونقول الله هو الملاذ الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك سبحانك أن ترحم الراحمين في نهاية هذه الحلقة شكر لكم مسمعين الكرام أيضاً على طيب الاستماع وهذه تحية مني على عهد البربع في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم